يعني حضراتك دلاتي بتشير إلى حاجتين الحي عايزة أفعندهم نمر واحد كيف كان هذا الحي حي المانيال به العديد من السينيمات طبعا وجود السينيمات وشاشات العرض في الأحياء ده أنا كمان مش بتكلم على المدن وعلى المحافظات طبعا ما أهميته وما يعني عيب عدم وجوده لا ده بقى حديث زوش جون لأن أنا بقالي فترة طويلة جدا رافع شعار فعلا دور العرض يعني إحنا في بلد فيها 110 مليون في حوالي 400-450 دار عرضة أو شاشة عرضة حتى يعني أنا رأيي أن ده عيب قوي عيب قوي يعني بلد زي مصر ليه هذا التاريخ الطويل في السينما وفي الثقافة وفي الريادة ما ينفعش يبقى فيها العدد ده من دور العرض بس حيث العدد تناقص حاليا هو تناقص ما أنا بقولك بعد العدد ده كله أنت 110 مليون والعدد بيقل وسنمات بتتقفل طبعا بعدين حنعد نتكلم إزاي نرجع تاني للزمن ده لكن اللي عايز أقوله أن دور العرض يعني هي البديل أو طبعا كله مش بس دور العرض دور العرض دور المسرح المكتبات قاعة الموسيقى ده هي اللي بتخلق الوعي اللي هو مضاد بشكل آلي للتطرف صحيح إحنا في المانيا المسان كحي كان ده حي مشهور قوي فيه طبعا الوسطى المصرية طبعا كانت اعتياد أسري عند الناس يعني كل أسرة بتاخد نفسها على الأقل مرة في الأسبوع تشوف فيلم يعني أو ثلاث أفلام كانوا في برنامج واحد وساعات تخدش سنمتين السنما كانت ساعتها بستة ساغ ونص يعني بلكون كانت مش عارف بتسع ساعة يعني كانت حاجة طبعا أنا ما بقولش ده يرجع تاني دلوقتي بس على الأقل يرجع في حدود معقولة بحيث أن المزانية تبقى معقولة وترجع تاني تبقى دي عادة يعني أسرية شبه يومية لما نرجع ده هترجع بقى الثقافة تاني احنا دلوقتي عذركة دكتورة دورية بتشوفي الناس بتتفرج على حفلاتهم مكلسوم الواحد بيزعل شكل الناس اللي بتتفرج على مكلسوم ومزاجهم وحتى ثقافتهم المكلسوم كان بتغني حاجات تقيلة جدا قصائد بلغة عربية فصيحة قصائد تقيلة جدا ومفهومة يعني شعبي كان داخل الناس بترددها طبعا شعبي كان داخل في الثقافة والحكاية دي جزء من وجدانه ومن ضميره فمش ممكن ينتعش التطرف والتخلف في مجتمع بالشكل ده فعشان كده بقول إن السينما شيء مهم وجوهري السيني مو طبعا بنتكلم بقى على المصر طبعا كل حاجة بس ياري السيني مو باعتبارها أحدث وسيلة للتواصل صحيح مع الناس وباعتبارها وسيلة سهلة وباعتبارنا في مصر نملكها بالكامل اشتركوا في القناة